السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله دفع رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة فيما اكد استاذ بجامعة بغداد ان بغداد فشلت بانشاء صندوق سيادي للتعامل مع الازمات وقالت الصحيفة في تقريرها ان الحكومة العراقية ستكون غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام خلال الشهور القادمة وربما كذلك لن تتمكن من دفع رواتب شهر حزيران بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد وعزت الصحيفة السبب الى الازمة الاقتصادية التي تعاني منها بغداد بسبب الفساد وفشل التخطيط الاقتصادي وانهيار اسعار النفط الذي يمثل 90% من الاقتصاد العراقي بعد انخفاض الطلب عليه بسبب تفشي الوباء العالمي وبينما دفعت الحكومة العراقية الجديدة رواتب موظفيها بالكامل في شهر آيار فان انخفاض عائدات النفط يعني انها ربما ستغطر الى خفض رواتب الموظفين او تأجيل دفعها في الشهور القادمة ومن جانبه قال استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حازم الشمري انه بسبب المشاكل المالية التي عانت منها بغداد خلال السنوات الماضية فشلت في انشاء صندوق سيادي للتعامل مع مثل هذه الازمات وضافه لقد تأثر العالم كله بازمة النفط ولكن معظم الدول لديها سيولة خصصتها لانقاذ اقتصاداتها على عكس بغداد موضحا انه يمكن للعراق الاقتراض من البنك الدولي وكذلك من البنوك المحلية لقد فعلت بغداد ذلك بالفعل ولكن يبقى السؤال هل ستكون الحكومات قادرة على تزديد هذه القروض نعم نحن نتحدث عن ارقام كبيرة هنا وصرح على الارجح ستمدد الحكومة عدة ايام شهر العمل مقابل نفس الراتب على سبيل المثال سيغطي نفس الراتب 35 الى 40 يوم بدل من 30 يوم وافاد تقرير البنك الدولي ان العجز في الميزانية العراقية قد يتجاوز العشرين مليار دولار كما تراجع الاقتصاد باكثر من 9.7% مما ادى الى حدوث فجوة مالية عميقة وليس من الواضح متى او كيف يمكن ملأه في وقت تشهد البلاد ارتفاع في ارقام العاطلين عن العمل وبحسب صحيفة هاء ريتس الصهيونية يعمل في القطاع العام حوالي 60% من القوى العاملة في الدولة ويأتي هذا بعد ان زودت الحكومة عدد الاشخاص الذين توظفهم بنسبة 80% من عام 2007 الى 2012 لكنها تواجه الان احتمال عدم قدرة على دفع رواتب بقيمة 3 مليار دولار لشهري حزيران وتموز واكدت انه قبل نحو 4 اشهر عرض على رئيس الوزراء المنتهي ولايته عادل عبد المهدي خطة اصلاح اقتصادي تضمنت تخفيضات كبيرة في الرواتب وتسريح الالاف من موظفي القطاع العام ومساعدي القطاع الخاص لكنها بقيت في درج مكتب رئيس الوزراء ولم ترى النور ويتوقع الاقتصاديون العراقيون ان تقدم الحكومة ميزانية 85 مليار دولار تتضمن توقعات متفائلة تبلغ 60 مليار دولار من الارادات كما وعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتقديم مساعدة مالية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دون تحديد مبلغ او طبيعة الدعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر